يا أهلا بكم من جديد في فقرتنا دي حضرات حنتكلم شوية عن حصاد كرة القدم العالمية في العام اللي بيوشك على الانتهاء 2022 هنفتح الملف ده مع ضفتنا العزيزة اللي دايما بتنورنا في البرنامج النقدة الرياضية الأستاذة من عمر يا صباح الفل عليك بولي سنة متطيبة صباح الخير عليك يا كريم وصباح الخير طبعنا كل متبينة بولي سنة متبخير بولي سنة متبخير يا رب أقول لك ما تيجي نعرف الناس قبل ما ندخل وتدخل يبين على الدوليات الأوروبية وعودتها وكسر عالم طبعا ورؤيتك ومشاهداتك فيه أنت شخصيا إيه اللي دخالك في دنيا النقد الرياضي يعني إحنا الفترة دي بقينا بنشهد فيه كتير من الفتيات والسيدات بيتكلموا في الكرة وبيحللوا ونقدوا وصحافة رياضية إلي آخره هو إيه اللي حصل الموضوع جي صدفة جدا طبعا زمان يعني زمان خالص وأنا صغيرة كعادة كل البنات يعني لأ مش عايزة تفرج على ماتشاط وعلى طول كانت خنايات ما بيني وما بين أخوي أنه ما بيش ماتشاط نتفرج على أفلام وسلسلات وبعدين بدأت بقى أنتبه لأن أنا بابايا الله يرحمه وكان أهلاوي جدا 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 وبيعشك القورة يعني فكاد دايما الماتشاط أي ماتش بقى كان شغال عندنا باستمرار فبدأت أنتبه للموضوع وزاد بقى اهتمامي جدا وأنا فتلت أعدادي أولى سنوي بس بعدين بقى دا التارجد بتاعي يعني معظم الدنات في السن دا بيهتموا أكتع بقى بالشعر والضغفر والحاجات لا لا كريم أنا قلتي بجد بدون مبالغة الحيطان كلها كانت بتعلق أصور الله الله فبعدين يعني فقدت تبقى ديحتانوا قلت أخوكي مش قلت كده لا بعدين بقى تارجد لي بقى أنه يعني في الكلية أدخل مجال لي علاقة بالرياضة وبالفعل بعد دخل أه بالزبط جميل طيب كويس دا منحوص تحزرني نوراقنا النهاردة ربنا خليك كريم ونتعرف من خلالك على حصاد بقى السنة اللي بتوشك على الانتهاء يعني طبعا ما يفعش تكون منتكلم عن حصاد كرة قدم العالمية من غير ما يكون بداية كلامنا كاس العالم أكيد أكيد فلخصنا كده كاس العالم في رأي كنتي كان عامل إزاي أفضل ختام لعام عشرين اتنين وعشرين بجد كان أحلى نسخة كاس عالم تابعناها خلال الفترات الأخيرة ليه؟ شمعنا في رأيك عشان مفاجأتها كانت كتيرة وكان غير متوقع وأداء يعني أغلب المنتخبات كان أداءها كان قوي جدا شفنا نجوم كتير جدا شفنا أهداف مثيرة جدا شفنا لسه نجوم صغيرين لأ سابوا بصمة قصاد كل العالم الأحلى والأحلى كانت تتويجي الأرجنتين طبعا ورفع ميسي الكاس العالم صراحة كان نفسي من بداية البطولة خالص أنه كان يبقى الختام للأرجنتين وأن ميسي هو اللي يرفع كاس العالم لأسف حظوظ رونالدو أو يعني عايزة أقول لك ما كانتش ماشية معاه ما كانتش ماشية معاه خالص من قبل كمان من قبل ما نضم المنتخب البرتغال يعني بالعكس كان يعني اللي حصل معي مع يونايتد خلى الناس كتير تفكر أو تتوقع إن رونالدو أو أداء رونالدو مع منتخب البرتغال هيبقى مختلف تماما بل بالعكس بقى هو هيرد على كل المنتقدين هيرد على كل الناس اللي شككت فيه أو انتقدت حتى تعاملوا سواء مع مدربه إيريك تنهاج أو في غرفة ملابس منشستر يونايتد لكن للأسف هي ما مشيتش مع البرتغال في البطولة خالص طبعا كان الطرف التاني كان المغرب فكانت الفرحة بالنسبة لنا كانت أكبر طبعا بالزبط لكن المغرب فرضة نفسها خلاص في أي حوار حول كاس العالم لازم نستشفت بها حياة وبالإنجاز الكبير اللي عملته وبالمجهود الكبير اللي عملته وبقلبها الموازين يعني هي قلبة الترابيزة على موروثات عربية وأفريقية إن إحنا ما نتدارش إن إحنا ما نعرفش حاجات زي كده فلا هم الحقيقة أثبتوا وبشكل عملي العكس بزبط قبل ما نوصل للمغرب وبمناسبة الكلام عن رونالدو يعني فكرة أني تشوفي دون قاعد على كرسي البودلاء مطشين مهمين جدا في نصف وربع النهائي دي كانت بالنسبة لك بتمثلك هي هي كانت مفاجأة ولكن كان قبلها كان مدرب البرتغال كان صرح وقال إنه فيه احتمالية إن رونالدو يبقى على دكة البودلاء أو إنه هيبقى احتياطي في المباراة المقبلة كمان كان من سوق حظ رونالدو إن البديل اللي نزل الرومو سجل هاتريك طبع فبزبط فكان يعني يعني تفهميش بقى هو وقتها كان يبقى فرحار ولا متدايق ولا وضعه أكيد كان هيبقى فرحان يعني أكيد كان هيبقى فرحان لمنتخب ببلادو بس أكيد طبعا كان نفسه كأي لعب كراتك ده من هو كان يبقى متواجد أو أنه كان يبقى موجود البديل بتاعه يعني اللعب ده بصفة خاصة هو اللي سجل هاتريك بالزبط يعني برضو هل كمان بالمناسبة هل فكرة ان احتمالية ان ده يكون كاس العالم الأخير لميسي ورونالدو قدت للنسخة ده برضو خصوصية شديدة دي حقيقة وأنا كنت أتمنى ان ده كان يحصل من ميسي بعد بعد رفع المنديال هو كمان قال ان هو ده هيبقى آخر كاس عالم ليه بس مش آخر مباراة ليه لسه مع مع الأرجنتين يعني أنا كنت من الناس المتوقع وكنت أتمنىها بصراحة أنه يختم يختم مشواره الدولي برافع كاس عالم مفيش لحظة أحلى من كده أنه يختم بيها المسيرة الدولية بتاعته كان نفس الكلام لرونالدو وبرضو نفس الكلام على رونالدو وخصوصا ان احنا سمعنا شوية راح نادي النصر السعودي لقى ده ده راح الدوري الأمريكي لقى الاتنين دول مش حقيقي يعني بالنسبة لرونالدو الحد دلوقتي طبعا يونيتد فسخ عقده مع كريستيانو في شهر نوفمبر يعني بعد طبعا التصريحات اللي هو طلع اتكلم اتكلم فيها تصريحات بتخبيطات يعني كتصريحات نارية جدا وكانت مثيرة جدا طبعا وهو اتهم فيها الإدارة بالخيانة وانه كان فيه حاجات كتير او كان فيه وعود كتير وما تنفزتش وبالتالي ده طبعا كمان غير انه يعني أنا شفاء إساءة بصراحة يعني لمدربه لما قال هو بيحترمنيش فأنا كمان مش بحترمه هي الفكرة انه رونالدو وميسي وكل لعيبة كرة القدم الأساطير يعني هم قدوة للعيبة أصغر فهو بيشوف تصرفاته دي وهو بيتشبع منها او بيقلدها يعني مش هنقدر انه احنا طبعا نحكم عليه انه هو في الأول في الآخر هو بني آدم يعني قد يكون فقد عصابه قد يكون فعلا مش مجرد بني آدم كمان ده بني آدم استثنائي صاحب رحلة استثنائية وتاريخ استثنائي أكيد لمسارته دي انعكاس ما على حالته النفسية والثقة بالنفسه اللي ممكن تكون تهزت كتير في الفترة الأخيرة الامج اللي هو بقاله سنين طويرة عايش جواها فبرضو تهزت هي كمان بطبيعة الحال فمش عارف الواحد يستغلطه في اللي قاله ولا ما يستغلطه لو كان الواحد مكانه كان حبوضه وعمل ازاي بالضبط وانا بتكلم في انه لما قلت مصطلح بني آدم يا كريم كان فكرة انه بني آدم عادي ليه مشاعر ليه 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 وجهات نظر طبيعي ولينتعالات اللحظية طبعا طبيعي هيتضايق طبيعي هيتعصل طبيعي هيزعل طبيعي هيفرح بغض النظر طبعا عن مكانته الكروية الأسطورية بس فبالنسبة رونالدو هي كانت الأمور بالنسبة له انتهت خلاص مع منشستر يونايتد وبالتالي هو طلع فسخ العقد أو أعلم فسخ العقد بشكل رسمي أعتقد كانت فرصة يعني أو رونالدو كان مستني فرصة ظهوره في كاس العالم بحيث أن ده يدي له أفضلية مثلا عند بعض الأندية لكن للأسف طبعا زي ما قلنا الأمور ما خدمتوش يعني أو مسيرة البرتغال ما خدمتوش وبالتالي بقى فيه كلام بقى دلوقتي زي ما أنت قلت مثلا في النصر السعودي فيه ناس قالت أنه هيرجع ريال مدريد لمجرد أنه نزل مقار التدريبات بس بيتمارن هناك ففيه كلام كتير لكن لحد دلوقتي ما فيهش أي حاجة رسمية ما فيهش أي أمور واضحة بل بالعكس شقيقة رونالدو على إنستجرام طلعت وأخدت خبر انتقال رونالدو إلى النصر السعودي بالتقارير بالضبط وقالت أنه دي نقطة العالم بالضبط فأعتقد كده هي أنهت الجدل بالنسبة لانتقال والنصر السعودي فأعتقد أعتقد شهر الانتقالات اللي هو هيبدأ إن شاء الله من أول يناير أعتقد هيبقى فيه كلام كتير على مصير رونالدو الصورة اللي ورانا في الخلفية دي كانت برضو من الصور الشهيرة جدا في النسخة من كاس العالم الجيمي الشطرانج بس اللي انتصر في نهاية ومسي الحقيقة كان فيه لقطات كتير قوي في النسخة من كاس العالم يتوقف عندها لقطات تستحق التأمل وأعتقد أنها هتفضل ثابتة في ذكرتنا لسلين طويلة جدا قدام ولا سيما لقطة النهاية لقطة الختام والعباية اللي بسها مسي وهو بيحتفل مع رفاقه طبعا وبيحمل الكاس إيه أكتر لقطات اللي أقفتي عندها هاتي شخصيا كتير زي ما قلت طبعا لقطة ميسي رفع الكاس بالزي العربي دي أنت بعدها بيوم يا كريم في سوق واقف في إلدوحة هسترية شرع الناس كل المشجعين المشجعين الأرجنتين كانوا بيشتروا فعلا الزي العربي فأعتقد أن الفكرة كانت رائعة والختام باللقطة دي كان رائع أنت هتجي بعدين أو مثلا في النسخة الجاي أو النسخة اللي بعدها أو الأجال اللي طلع بعد كده ما تجي تشوف سورة ميسي بالزي ده فهتدور هو ده كان إيه هو ليه عمل كده هو إيه اللي حصل صحيح وحي في السرش بعد كده هيلاقي إنه لأ دي كاس عالم متلعبت في دولة عربية كانت من أحسن النسخ كاس عالم تنظيما أداء سورة فعلا استثنائية وفي ناس عليها قالت لك الشيخ ميسي يحتفل مع جملائه ويحمل كاس العالم يقول اللي يقولوه طب بعد انتهاء حقبة بقى ميسي وكريستيان ورونالدو والصنف ده من اللعيبة الكبيرة يعني ليفندوفسكي يعني هل شفتي إن النوس خديتي حديدا من كاس العالم اددت كده انطباعا إنه ممكن يعني تفرز لنا ميسي مستقبلي لاب خيالي حقيقي ممكن ما يكونش حيبقى على نفس مسيرة أو على نفس خطة ميسي أو على نفس خطة رونالدو ممكن يرسم له هو خط لوحده مش لازم كمان ممكن يكون فيه ثنائية زي ميسي ورونالدو لما عاده أكثر من 15 سنة فيه منافسة ما بينهم ويتبادلوا الألقاب بالزبط ممكن يكون يفرد هو السيطرة على أوروبا لوحده رغم أن فيه أسماء كثير أنا بقول أنا بدي ده كمثال يعني طبعا فيه هلند طبعا هو ما لعبش في كاس العالم بس إيرلينج هلند طبعا كمان من اللعيبة الصغيرة الوعدة فيه حسب لقب الدوري الهدف من بادري بادري بس هقولك على حاجة يمكن الأكيد أنه نحن ممكن نشوف السنة دي رقم كبير في حسم الهدف يعني ممكن ما يكونش يعني دلوقتي مثلا الدوري الإنجليزي اللعبنا 15 جولة فهو مسجل فيهم 18 لحد دلوقتي تاني منافس له هاري كين تقريبا 13 فالمنافسة ما بينهم تقريبا خمس أهداف يعني فأنت بتتكلم في أنه لسه في حوالي أكتر من 20 جولة لو هنقول مثلا هدف في كل مباراة في 20 مع 18 فأنت بتتكلم فهيختم السيزون بـ 38 مثلا فعشان كده بقولك نحن ممكن نشوف رقم خالي غير مسبوء ممكن يعدي رقم صلاح لما جاب 32 هدف طيب المغرب واللي عملته المغرب والفرحة اللي فرحتها للعالم العربي كله كيف رأيتي منتخب المغرب ومشاركته في النسخة دي من المونديل أغلب أو مش أغلب ممكن نقول أكتر المتفائلين كان متوقع كان متوقع ممكن نصعد من المجموعات هنعمل فرح ثلاثة أيام لأي منتخب عربي هعدي المجموعات عدت الستاشر بقينا لا خلاص بقى هتقف لحد دخلنا على الثمانية احنا وصلنا يا كريم لسيمي فاينال بنسأل نفسنا أو احنا بنقول لنفسنا هو لين المغرب ما توصلش فاين طبعا المتخال بقى سقف التوقعات عيني ازاي أنا واحد من الناس قلت كده على فكرة بالزبط اللي هو هم وصلونا هم رفعوا سقف توقعاتنا وسقف طموحاتنا للمرحلة دي دي حقيقة هم رفعوا سقف التموح كمان سقف التوقعات عالي جدا 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 زي ما بقولك كده احنا كنا مستنين بس السعودية وتونس والمغرب عايزين اي حد اي حد كمان مش التلاتة اي حد فيهم هيعدي من المجموعات وكده احنا نسبانا كعرب يعني المفاجأة اللي حصلت المفاجأة المدوية كتالبداية فيها الحقيقة عند السعودية بالزبط يعني احنا قلنا قالتغاللا قالتغاللا ايه ده انattform احنا تخضينا من اللي شفنا يا لو تفتكري شوفت كيف ماتش السعودية والارجن والارجنطين بالمنازل يعني ماتش السعودية والارجنطين علل سعودية جدا وعلل النؤقت بالسعودية جدا وفي نفس الوقت نزل بالأرجنتين أعرف اللي هو إحنا قبل البطولة لا إن شاء الله مستنيه الأرجنتين ترفع الكيز أول ما شوفنا متش السعودية اللي هو إيه ده؟ يعني إيه ده؟ لا طب ثانية كده؟ طب بالرحة بقى كده فالمباراة دي كانت يعني إيه مثلا 10% توقعوا فوز السعودية مثلا يعني هتلاقي ناس معدودة جدا يعني لأنه بالحسابات وبالأرقام لا أنت هتقول طبعا الأرجنتين تكسب وممكن تكسب بسكور طبعا ده ما يقللش خالص من المنتخب السعودي خالص لكن طبعا كانت المفاجأة أن السعودية قدمت حتى كمان مش ماتش الأرجنتين بس حتى الماتشين اللي بعدها حتى برغم أن هي خسرتهم لكن هي قدمت أداء قوي جدا في البطولة مدربهم إيرفي رينار مدرب عبقاري عبقاري كان مع المغرب قبل كده مع السعودية دلوقتي لا مدرب بيقدر أنه يفرد بصمته بيقدر يظهر يعني شخصيته بيتبان مع الفريق كلنا شفنا المحاضرة اللي هو الدهما بين الشوطين للعيبة لما كانوا متأخرين في المباراة الشحن اللي هو بيتكلم به الحماس لا مدرب عبقاري حقيقي يعني بالنسبة لتونس كمان يعني أنا كنت شايفة أن تونس تعتبر مجموعتها أسهل أسهل نسبين من السعودية ومن المغرب لكن طبعا للأسف هي ما حالفهمش الحظ المغرب كانت أقوى مجموعة وكانت يعني غير أن هي صعدت مجموعات كانت المفاجأة الأكبر كمان أن هي صعدت أول مجموعة يعني أول مجموعة على كرواتي على بلجيكا على كندا فكانت دي كانت أول مفاجآت المغرب كمان يعني هي تصعد أصلا أول مجموعة بعدين الستاشر بعدين الكوارتر بعد كده توصل سيمي فاينال فهم لغوا كلمة التمثيل المشرف اللي قول العرب أو قول الأخرى نحن فانينا عمرنا في الجملة دي تمثيل مشرف كانوا دائما بيتكلموا فأنتبه أصلحنا كفايا علينا وعلى فكرة نادرة ما كان التمثيل مشرف بالمناسبة يعني ما كنا مندخل ونطلع من ساعتها وكنا نتحك على نفسنا ونقول إن ده تمثيل مشرف وياه وكفايا التمثيل مشرف اللي عمل المتخب المغربي الحقيقة ده اللي يتقال عليه بقى فعلا تمثيل مشرف ومشاركة مشرفة جدا وأكيد حيبقى لعن عكاسات على لعبة المتخب المغربي يعني أكيد بعد التقلق الاستثنائي اللي شفناهم عليه أكيد الأندية الكبرى حطة عنيها بقى على حد زي ياسين بونو حد زي الأمرابط يعني أكيد حنسمع الفترة اللي جاية عن محاولات استقطاب لعبة مغربة في كبريات الدوريات الأوروبية ده حصل فعلا يا كريم يعني خلال الفترة اللي فاتت دي بدأنا نسمع فعلا عن أندية في إيطاليا ألمانيا أسبانيا مهتمة جدا ببعض العيبة المغرب طبعا على رأسهم عايز الدين أناحي وكلام بعد كلام طبعا لويس إنريكي مدرب أسبانيا السابق عنه فيه تقارير بتقول إن برشلونة عايز يتعاقد معاه فيه كمان كلام على سوفيان بوفال على سوفيان أمرابط سواء من ليفر بول أو باريس سان جرمان فيه كمان عبد الحميد صبيري برضو من روما فيه لعبة كتير جدا على ذكر روما وإيطاليا برضو الدنيا ولعة هناك الفترة دي يعني فكرة إن نابولي متألق بشكل استثنائي في الموسم ده وفي نفس الوقت أنت عندك ميلا عايز يحافظ على اللقب متوقع هتنتهي الأمور في إيطاليا على إيه؟ أعتقد هتنتهي مع نابولي عايز أقول لك إن نابولي من ضمن ثلاث فرق في موسم 22-23 ما تغلبوش مخسرش ولا مباراة في الدوريات الأوروبية نابولي وباريس وبين فيكا التلات أندية دول مخسروش ولا مباراة في الدوريات بتاعتهم في 22-23 نفس الوقت بصعب التكهنات؟ بالزبط وبعدين الفرق كمان حتى في ترتيب الجدول ما بين نابولي وما بين مين لا فيه عدد نقط كبير طبعا إحنا لسه في نص السيزون يعني طيبا 15 جولة هم اللي عدوا لسه بنتكلم في أكتر من 20 جولة متبقية ممكن يحصل مفاجآت كتير بس وخصوصا بعد كاس العالم يعني فيه زي ما كنا بنتكلم أصلا قبل كاس العالم أن بعد كاس العالم ممكن الأمور كتير تضغية سواء بقى إصابات سواء إجهاد سواء كل الأمور اللي ممكن تحدث يعني بس لو مشت الأمور طبيعي أعتقد أن النابولي بنسبة كبيرة يحسن دوري طبعا عندنا 30 ثانية على نهاية الفقرة السريعة كان نفسي يطور معك في الكلام عن ابننا محمد صراح ودوري الإنجليزي لكن أرسنل عمل شغل شايفت دوري الإنجليزي بعد عودته اللي هي ترسي في عليه في النهاية؟ طبعا مشتعل جدا 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 المنافسة أعتقد هتستمر هتستمر الفترة طويلة هتستمر عمرهم هتتحسم دلوقتي الدوري الإنجليزي خلص عمرهم هنتكلم أنه يبقى محسوم إحنا لسه ما جناش نص نص السيزن حتى لحد دلوقتي لكن للأسف ليفربول بعيد وللأسف ابننا بعيد كمان باللقب الهداف؟ صلاح لحد دلوقتي سبع أهداف بس أنا عايز أقول لك على حاجة يعني صلاح ممكن مباراة واحدة يعني سجل ثلاث أهداف هاتريك أو سوبر هاتريك هتلاقي دخل في المنافسة فأعتقد المنافسة الفردية وهو هلن مش هيسكت وقتها وحيقول عن دانيا هلن ينزل يكل اللعيم بالمنافسة يعني ما تعرفش لا إي ممكن يحصل خصوصا أن صلاح بيركز لما بيركز في حاجة لو ركز في ثجازة الهداف أو حتى ترجط قدامه أعتقد أن الأمور هتختلف بالنسبة له كتير يعني ومستنين من محمد صلاح وربنا يستحل إحوالي نورتين يا منا مشكورك على وجودك معنا النهاردة وكل سنة منتطيبة شكرا جزيلا طيب يا حضرات خلونا نطلع فاصل ونرجع نكمل الكلام ببارك ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر